حسام حسن كلعب كرة والفترة اللي قاعد فيها كمدرب سواء بقى الأندية أو حتى منتخب الأردن لأنه كان أحد المدربين لدربوا منتخب الأردن اللي احنا شفناه أكيد طبيعة والبذرة اللي اتحطت الحقيقة من كابتن جوري ثم كابتن حسام حسن ثم دفني مع منتخب مصر فترة جاء كابتن أعتقد هتفرق هتفرق حسام حسن أنا الحقيقة يعني مبسوط لنا لأن حسام حسن مش بيمثل نفسه حسام حسن مبسلنا احنا كلنا كلعب كرة وكلنا كجيل كمان لعبنا مع حسام حسن يعني لأنه هو ابتدى 86 مرونا بقى بالتسعينات و 98 و 2006 يعني ما شاء الله هو عصر من 86 ل 2006 عصر أجيال كتيرة جدا جدا نحن كنا جيل أو أنا كنت في الجيل اللي قضيت معاه فترة طويلة قوي لأنه أنا ابتديت مع المتخب مصر في 92 معاه لغاية 2005 يعني هو ممكن باعت شوية فأنا أصدي على أن بالعكس ده بيمثلني ومثلك ومثل ده ومثل ده فأنا شايف الحقيقة وجود حسام حسن ومش بس حسام حسن حسام حسن وإبراهيم حسن طبعا طرق سليمان لعب دولي سابق محمد عبدالواحد نفس الموضوع سعفان الصغير كمان حالس مرمى كان عن مستوى الدولي وحالس مرمى نادي الإسماعيلي حتى وليد بدر المدير الإداري هو كان واحد من برضو النمازج الجيدة جدا كمدير إداري مع نادي الزمالك قبل كده وبعكام مرورا بقى اشتغل مع كابتر حسام حسن فأنا شايف الحقيقة الجهاز كله مش بس حسام حسن طبعا اللي بيقود هو براهيم حسن إنما الجهاز كله مختلفة الإضافة المختلفة اللي ممكن بقى كابتر حسن ديمة كابتن عن الفترة اللي فاتت أو ما قبل كمان أولا أنا شايف إنه هيبقى فيه التفاف جماهيري حول المنتخب يعني زي تقدر تقول كده زي كابتر جوهري الله رحمه وزي كابتر حسن شحاته وخاصة يعني ممكن كابتر جوهري أكتر لأن كابتر جوهري هو حسن حسن هو تربيت كابتر جوهري التفاف جماهيري التفاف جماهيري وعنده خطاب كابتر حسن شحاته كان كوتش جامد جدا وعلامة كبيرة جدا من علامة كورت القدم في مصر بس كابتر حسن كان مركز أكتر مع الفرقة يعني حتى ما كنتش تلاقيه مثلا بتكلم كتير ما كنتش تلاقيه بتتكلم في الإعلام كتير يعني ما فيش ربط ما بينه وبين الإعلام والجماهير معي هو طبيعته كده وشخصيته كده وراجل جميل حقيقي وأنا بصراحة كمدرب كمان تعلمت بكابت حسن حاجات كتير قوي 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 يعني وأنا بشتغل معي وتعلمت منه حاجات كتير جدا في إدارة الفريق وإدارة الأشخاص وطبعا كابت الجوهري فأرجع تالي لحسام حسن أنا شاف أن الفترة دي إن شاء الله هتبقى تكاد تكون زي فترة كابت الجوهري يعني الناس ستبقى ملتفة حولين حسن حسن بصراحة كبارده مع كابت الجوهري كان بيتعرض للانتقادات وال أنت كنت أفاكره قبل ما تروح طبعا طبعا كلنا مع بعض هل كابت الجوهري بعد الاتفاف الجميل حتى هيتعرض للانتقادات ولا هلقى فيه دعم لو هو أخذ أو تعلم الكابت الجوهري هو الكابت الجوهري كان بيهتم بالمؤيدين والمساندين ما بيهتمش باللي بينتخدوه يعني هو ده نقطة مهمة جدا كابت الجوهري كان بيهتم أكثر باللعيبة أنه عارف كواس قوي أن السلاح بتاعه هو اللعيبة وبغض النظر وكان زمان بقى فيه صحف دلوقتي فيه السوشال ميديا فحتى دلوقتي بقيت أصعب لأنك أنت بش عارف مين بيهاجم أصلا يعني أنت بتعرفش مين اللي وراء الخبر ده ومين هو اللي جاني الإلكترونية فعشان كده ما تتصدقش قوي أنا دايما بقول أن السوشال ميديا الحقيقة للأسف شي ده وبعدين هتكلم النهاردة على فاروق بكر هتكلم على نادر مش هتكلم على شخص واحد طول اليوم يعني فأنا شاف أن أن هما كجهاز كابتن حسام أو كابتن إبراهيم حسن أن هما كجهاز يهتموا بالناس المؤيدين والمساندين اليوم لأن طبيعي جدا هتلاقي دايما منتقدين يعني طيب فكرة الجهاز نفسه كان يقولك لازم أهلي وزمالك كلام ده هل كانت حسابة حسابة دي؟ مع ظنش يعني أنت خلق أخلص نبع وليد بدر اتربى في نادر زمالك وليد بدر ده كان تربية كابتن سامير السيد الله أرحمه كان هو المدير الإداري لزمالك في التسانات وليد هو اتربى في نادر زمالك وكبر في نادر زمالك والحقيقة أخذ خبرات كبيرة جدا جدا مثلا عسب المثال محمد عبد الواحد ده في الموضوع طرق سليمان المصري سعفان الصغير إسماعيلي هي مش بالاختيارات الأندية مش تخليل منتخب يعني مش تخليل منتخب يعني فأنا مش شايف فكرة بقى الموازنات وأهلي وزمالك ودم الأهلي وناخد دم الزمالك كان انت الحقيقة أصلا كنت تسمع دايما يعني فكرة الاختيارات ومعاملة لعيب أهلاوي عن لعيب زمالك وفي الفترة فاتت أكيد كنت تسمع عنها دي بتأثر بشكل كبير على المزاج العام للمنتخب والله ده إحنا تفاكيرها أكيد طبعا كان بتحصل فاكيرها بس أنا الحقيقة أنا عمري مش فتها ولا حستها أنا لعبت في المتخب 15 سنة عمري بحسيت الكلام دا إحنا مكناش بالحسار ولا حسنها ولا بحسنها هي حسن بس فترة أخيرة ولا هو الميديا هي اللي عملتها بس يعني زي كل جماهير السوشال ميديا مش الجماهير الشارع جماهير السوشال ميديا هي يعني معتقد أن هي بتساند اللعيب بتاعها هي بتشجع اللعيب بتاعها مدام إمام عشور كان في زمالك جماهير الزمالك في السوشال ميديا بتشجعه طب راح الأهلي يبقى السوشال ميديا بتاعت الأهلي بشجعه الحقيقة طبعا يعني